وسط الكثير من الهموم المعيشية ينتظر سكان العاصمة المؤقتة عدن العيد الذي على ما يبدو لن يكون مختلفا عن سابقه مع الترقب للوضع المستقبلي فالمناسبة التي تحل وسط مشاعر متضاربة بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد وعدا على وجه التحديد لأسيما الحالة الاقتصادية المتردية للمواطنين قد تحل بين العيد والفرحة فيه هذا أكيد أني ما حد يقدر أن يكسي أطفالهم كلما نكسل أطفال الزغار أما الكبر صعبنا ما يتكسون حتى هنا الكبر ما نتكسيش والله لا عيد كبير ولا صغير كسرنا الأطفال فقط الاستعداد للمناسبة يبدأ بالتسوق لشراء الملابس وإدخال السرور على نفوس الأبناء لكن مع امتلاء الأسواق بالأشكال المتنوعة من المعروضات وإن شهدت إقبالا لا بأس به يبقى ارتفاع الأسعار شاهدا على حرمال الكثير منهم من اقتنائها وإن تفاوتت معها القدرات الشرائية للمواطنين الطبقة التي كانت موجودة قبل ارتفاع الدولار في السوق الطبقة المتوسطة هذه الشبه أختفت الآن والأسعار لا تكون في متناول الموظف ورب الأسرة العادية التي راتبهم مثلا 30 ألف أو 40 ألف وعنده 7 أو 8 أطفال لا يمكنهم احتياجات ومتطلبات العيد متطلبات العيد لا تقتصر على الاحتياج للملابس الجديدة فحسب قد يكون هذا بالنسبة للأطفال لكن للكبار هناك متطلبات أخرى خصوصا في عيد الأضحى فالأضاحي هي ما يميز هذا العيد لكن هي الأخرى تمثل في هذه المناسبة عقبة كبيرة أمام الأسر التي لا تستطيع شراءها مع كل هذه المعاناة التي تتجدد في كل مناسبة عيدية إلا أن البعض يأمل في حدوث انفراجة قريبة تغير الوضع المأساوي لسكان مدينة عدن حنين جمال بالقيس عدن